سؤال الساعة مع إبراهيم الغربي أهلا بكم في الهزء الثاني من سؤال الساعة وسؤال هذه الحلقة يتعلق بالمستجدات التي رصدت بخصوص قضية الصحراء كيف نقرأها والإحاطة بمختلف جوانبين نستضيف دكتور مصطفى ناعم أول سيد الباحث في دراسات الصحراوية بجامعة محمد الخامس بالرباط وعضو المجلس الملكي الاستشايل للشؤون الصحراوية ودكتور عبد الفتاح هلب العمشي مدير المركز المغربي للديبلوماسية الموازية وحوار الحضارات بالرباط مؤخرا صدر قانون المساعدات العسكرية الأمريكية ولأول مرة قررت إدارة الرئيس باراك أومى أن تشمل المساعدات الأقاليم الجنوبية للمملكة بعد أن كانت مقصات منذ العام 2011 أستاذ مصطفى نعم على دول الأحداث التي وقعت سنة 2011 كانت الإدارة الأمريكية قد قررت إلغاء المناطق الجنوبية من المساعدات الأمريكية وكان الأمر على ما هو عليه إلى أن قررت الإدارة الأمريكية إعادة إدخال هذه المناطق داخل المساعدة الأمريكية لسنة 2015 بجداء من 17 جنوبي وهذا فيه ما فيه من الإشارة والدليل على أن الإدارة الأمريكية قد صححت المسار وأعادت إلى صياغة رؤية أكثر مرونة وأكثر مسؤولية فيما يتعلق بعلاقتها بمعالجة الملف ككل المبلغ هو من طبع الحال حوالي خمسة ملايين دولار مقارنة مع 2011 التي كانت بما قدره تقريبا سبعة الملايين دولار لكن تم التقليص من الدول وهو تقليص نسبي على اعتبار أنه قابل لإعادة نظرف تبعا لمقتضيات الظرف والتطورات الممكنة أهم في هذا الأمر هو أن هذه النقلة نوعية في العلاقات ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تدخل في نطاق المحاولات التي قامت بها الدبلوماسية المغربية والمغرب ككل من خلال تطورات الأخيرة منذ خطاب 6 نوفمبر إلى الآن وهذا يعني بأن المغرب الآن هو في موقع صحيح جدا بالنسبة لمعالجة هذا الملف ولقدرة المغرب عند اتخاذ مواقف ملزمة للهيئة الممتحدة يعني موقف فيه قدرة على إقناع المنتظم الدولي وإقناع يعني القوى العظمى بما فيها فرنسا وأوروبا وقدرة على يعني توضيح الموقف المغربي على أساس أنه يكون على المغرب أن يواكب المطالب دياله بمطالب أخوة بإصلاحات داخلية في المطاقة المعنية وهذا أساسي يجب أن نأخذها بالاعتبار على أساس أنه المشكل الجهري لقضية سحراء ليس هو المشكل الدولي فقط يعني على مستوى مسرعية دولية ومعالجة الملف من المنظور الأممي ولكن على أساس أنه هناك بالموازات ضرورة القيام بإصلاحات داخلية تشمل جميع القطاعات والمستويات كيفما كانت وهذا هو جهر المستوي سيد عبد الفتاح كيف نقرأ إذن هذا القرار الأمريكي بالنسبة لي بأن قيمة هذه المساعدات التي ستأخذ مساعدات من خلال معدات العسكرية وتكون الضباط إلى آخره بالنسبة لي القيمة الأساسية ليست في حجم هذه المساعدات بقدر أنها موقف سياسي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وهو من ثمارات البيان المشترك الذي أدعه البيت الأبيض في أن تبقى العلاقات المغربية الأمريكية محاطة بمواكبة دائمة للتشاور الدائم في متانة هذه العلاقات من أجل المصالح المشتركة مصلاحات الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وأن لا يكون هناك قطيعة أو ارتباط فقط بعلاقات قطاعية وتجارية معزولة عن بعضها البعض حيث بشرى البيان بتعيين مسؤولين من ساميين من كلا البلدين للحرص على المواكبة وهذا مهم جدا بالنسبة للمغرب كدولة من دول الجنوب طبيعة الحال في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية بحيث أنه يستطيع أن يمرر مطالبه وأن يصحح الصورة التي تهمه في كل وقت وحين وأن لا يحتاج إلى عقد لقاءات أو مؤتمرات خاصة لكي يسمع صوته للبيت الأبيض وبالتالي فهذه النقطة أيضا تدخل في إطاري التوجه الجديد للتدبير المغربي من الصحراء على المستوى الدولي والمغرب لحظنا منذ سنة 2014 كلها بأنه لم نبقى حبيسي المواجهة المباشرة مع الجزائر ولم نبقى حبيسي ردود الفعل تجاه المبادرات التي تقوم بالجزائر والبوليزاريو بل أصبح المغرب يبحثوا بناء على ما هو متعرفون عليه في التعامل الدولي بمداخل جديدة تعتمد على إصلاحات داخلية وتعتمد على برامج تنموية على مستوى الأقاري الجنوبية من جهة وتعتمد أيضا على ديبلوماسيا نظيفة ولا تدخل في الصراع مثلا في دول إفريقية كما كان سابقا في ما سمته بحرب الاعتراف وصحب الاعتراف مثلا والدخول في ملفات ملفات ينتابها الكثير من اللبس ولا تخضع للشفافية والمصداقية الكاملة وبالتالي فهل توجه يجب أن يستمر بما يستلزمه الأمر من يقضى أيضا للديبلوماسيا المغربية ولكل القوى التي تدافع عن حق المغرب في انتصار لطرحه الوطني على المستوى الأممي وتحتاج أيضا إلى مواكبة للبحث العلمي أيضا وللخبرة في التعاطي مع كل النقائص التي تنتاب هذا الملف داخل الأمم المتحدة من جهة وأيضا للتركيز بالخصوص بالخصوص على بعض التغارات الموجودة أيضا في القانون الدولي والتي يمكن توظيفها وأن تدعم هذا المسار الجديد الذي تعرفه القضية الوطنية خلال الأسبوع الماضي أيضا كشف تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحات الغش ميديان تعد المؤسسة العلامية الثانية بعد ويكلانة الأنباء الفرنسية التي حصلت على نسخة منها كشف عن تحويل كبير من المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لسكان مخيمة تندوف ووضح التقرير الذي عده المكتب سنة 2007 سنادا إلى دراسة أنجزها مدقيقون حسابات التابعين له قبل أربع سنوات أن المساعدات الإنسانية الدولية يتم تحويلها بشكل منظم منذ عدة سنوات وحسب الوثيقة فأن هذه التحويلات الضخمة والممنهجة للمساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لمخيمات تندوف تبدأ بميناء وهران الجزائرية التي تمر عبر هذه المساعدات وخاصة الغذائية منها والتي تمنحها المفوضة الأوروبية من خلال المديرية العامة للمساعدات الإنسانية وأشار التقرير أن ميناء وهران استراتيجي بالنسبة لمنظمي عمليات التحويل هاته وهو الميناء كذلك الذي تتم فيه عملية تصنيف ما ينبغي أن يصل وما يمكن تحويله والمواد المحولة ومنها مواد غذائية وأدوية خاصة تلك التي تمنحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تباع في الجزائر وموليتانيا ومالي والجزء الوحيد من هذه المساعدات الذي يتم توزيعه هو الذي يمكن السكان مخيمات تندوف من البقاء على قيد الحياة ومن بين الاختلالات التي كشفها خبراء المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أشار التقرير أيضا إلى مسألة المقايضة وهي ممارسة متدولة بشكل كبير بمخيمات تندوف في البداية نتابع هذا الرابورتاج الذي عدته مراسلتنا في بريكسيل هالة سهلة في 2003 راجت شائعات حول وجود عمليات تلاعب واختلاس في المواد الغذائية في مخيم تندوف الشيء الذي دفع المصلحة الأوروبية المكلفة بشؤون المساعدات الإنسانية إلى التحر حول الموضوع لتخلص إلى وجود تجاوزات فسرها آنذاك القائمون على المخيم على أنها فردية وغير ممنهجة الجانب الأوروبي اكتفى بهذه التبريرات وقتها ومضى في صرف المساعدات الغذائية والمالية لساكنة تندوف غير أن المكتب الأوروبي المستقل لمكافحة الغش فضل مراجعة التحريات الأولية والقيام بتحقيقات ميدانية فكان رد السلطات الجزائرية ومسؤولون من جبهة البوليساريو أن اعترضوا على مساعدة المحققين الأوروبيين وذهبوا إلى حد رفض دخولهم إلى المخيم للقيام بعمليات إحصائيات دقيقة رفض لم يمنع مكتب مكافحة الغش ولمدة أربع سنوات من مواصلة تحقيقاته واستعمال معدات تجسس عالية الجودة وتقنيات غير مسبوقة تأكد على إثرها وجود ممارسات احتيالية ممنهجة وطواطئ على نطاق واسع كما فند لنا ذلك البرلماني الأوروبي جيل بارنيو العضو في لجنة مراقبة الميزانية اليوم نملك معطيات موثقة تفيد بأن عددا من قيادي البوليزاريو يختلصون جزءا من المساعدات ثانيا هناك تحويل للمساعدات الغذائية التي يتم بيعها في أسواق موريتانيا ومالي وهكذا تبين وجود ممارسات ممنهجة هذه التجاوزات الممنهجة التي تواصلت لسنوات في ظل تعتيم أوروبي ممنهج أيضا عزاها النائب الأوروبي جيل بارنيو إلى رغبة المفوضية في عدم تعكير صفو العلاقات الجزائرية الأوروبية في ظل غياب تام لأعداد صحيحة لساكنة تندوف صور القمر الاصطناعي أثبتت أن عدد ساكنة تندوف هو واحد وتسعون ألف ساكن وليس مئتي ألف كما يروج له ومن هذا المنطق فأنا أطالب بوقف هذا التلاعب وهذا الاحتيال من خلال القيام بإحصائية تحت راية الأمم المتحدة وأطالب أيضا بالتثبت من أن المساعدات الغذائية تصل إلى المعنيين وبالمجان أنه يمكن أن يكون للاد المعنى للمساعدات الغذائية وأنه يمكن أن يكون للاد المساعدات الغذائية ولكن وأمام دعوة البرلمان الأوروبي الملحة لمراجعة الميزانية المخصصة لمخيم تندوف قررت المفاوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الاقتصادية كريستيالينا جروغريفا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحؤول دون معصلة هذه التجاوزات الخطيرة كما جاء ذلك باقتضاب على لسان ناطقها الرسمي ياكوب أداموفيتش كل العبار تم استخلاصها والآن نحن جاهزون لاتخاذ خطوات عملية وأكثر فعالية من قبل وذلك عبر وضع نظام للمراقبة الصارمة والنتائج ستكون في الموعد ما يعني فعليا وقف الاختلاص وهذه مشكلة خطيرة وتجب معالجتها هذا ساحل بروكسل لبرنامج سؤال الساعة ميديا تقرير النصاد موسى دعب الفتاح صحيح وأعتقد بأن الاتحاد الأوروبي كان عليه منذ سنة 2005 حينما فطنا إلى التلعب بالأرقام للمتواجدين بمخيمات تيندوف والذي قام بتقليصي قيمة المساعدات من 1975 التي كانت تقدير بناء على أرقام تروحة بطبيعة الحال من طرف الجزائر ومن طرف البوليزاريو على أكثر من 150 ألف وقامت المفوضية الأوروبية إلى تقليص هذا العدد إلى 90 ألف إذن كل هذه السنوات أين كانت تصرف الميزانيات التي توجه لأكثر من 60 ألف شخص هناك لابد من نوع من المحاسبة وأعتقد بأن هذا التلعب لا يمكن للبوليزاريو أن تقوم به بدون مباركة من الإدارة الجزائرية والتقرير الذي بين يديكم يشير إلى أنه كانت هناك مجموعة من الشهادات التي تم استقاؤها والتي أكدت بأن على حسب تعبير التقرير أكدت على أن هناك مجموعة من الأعيان وردت أسماؤهم تماما في أسماء في التقرير تماما من جزائر والبوليزاريو وأن هناك أيضا استغلال للميناء في وهران لتصرف هذه المساعدات بشكل انتجاري الأسواق كما أشار التقرير في مالي في موريطانيا السوق في تندوف في مدينة تندوف هناك سوق أسبوعي يغرق في هذه المواد وأعتقد بأنه لا يمكن في هذا الباب بالخصوص أن يتم تعامل في إطار المحاسبة فقط مع أجبات البوليزاريو يجب على الإدارة الجزائرية أيضا أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الباب اليوم هذا المعطى من جانب آخر يجب استثماره يجب استثماره من طرف الدبلوماسيا المغربية ومن طرف كل معنيين بملف الصحراء لأنه تأكد بالملموس بأن القضية ليست قضية سياسية بالدرجة الأولى هناك في منطقة الحمادة وارتباطها بمنطقة الصحراء الكبرى وارتباطها بالمنظمات التي تتحرك في ذلك المجال التي تساهم في كل الإشكالات الدولية التي يعاني منها هذه المنطقة في تهريب البشر في تهريب السلاح في تهريب المواد الغدائية وفي أيضاً لقدر له دعم المنظمات الإرهابية التي تنشطوا أو الجماعات الإرهابية التي تنشطوا في تلك المنطقة وهذا لابد أن تكون له نتائج وخيمة ليس فقط على مستوى دول المنطقة ولكن على السلم في العالم كله أستاذ مصطفى جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلاة حضت على تسهيل مهمة المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين في القيامة بإحصاء دقيقة لسكان المنحدرين من أصول صحراوية المقيمين في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر وهو ما يدعو إليه المغرب باستمرار نعم أهم ما في هذا النقطة بالضبط هو أن المغرب منذ أن دخل المرحلة الهجومية في معالجة هذا الملف كشف عن نوعية الاختلالات التي هي معروفة لدى الجميع سبق لإحدى القنوات التلفازية المغربية أن قامت باستطلاعات محلية في شمال موريتان وكانت نتيجة طبيعة الحال هي توتيقات قوية جدا لنوعية الاختلالات التي تعرفها الإعانات لجباد بوليساريو وأيضا نوعية اختلالات التي تمارسها الدولة الجزائرية من خلال معطيات إحصائية خاطئة وأيضا من خلال التلعبات التي يمر منها هذا الملف من خلال التعامل مع قوى خارجية الشيء الذي جعل المغرب وهو يخرج من مرحلة دفاعية إلى مرحلة هجومية يكشف عن إمكانية التوصول إلى نتائج إيجابية جدا بالنسبة للمغرب هي من خلالها يأتي هذا الدعم القوي لمفهم الإحصاء بمخيمات تندوف هذا الشيء من طبيعة الحال إيجابي إيجابي جدا علينا أن نبقى في هذا المصار وعلى المغرب أن يدعم هذا الرؤية من خلال ممارسات لا تقتصر فقط عن الجانب الدبلوماسي والدبلوماسية الدولية والتعامل مع القوى خلال مفاوضات واتصالات وإجراءات هي في حد داتي إيجابية ولكن أيضا التركيز على الإصلاحات الداخلية منذ أقل من سنة كانت تعيين مثلا هذا على سبيل المثال تعيين أحد أولاد على إقليم جهة قلمهم قام بدور إيجابي جدا 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 في تفكيك يعني الرؤية الانفصالية داخل الجهات الصحراوية الثلاث لم يقتصر على الجهة فقط التي كان مسؤولا عليها ولكن أيضا على المستوى الجهات الثلاث وقام بدور قوي في كل ما يرتبطه بدعم مفهوم الوحدة وتماسك الاجتماعي وأيضا الشفافية والرغبة في صحيح الأوضع ولكن شاهدنا في الأسبوع الماضي بأنه قد تم عزله لأسباب جهولة هذا شيء يعني نوع من المسائل التي يجب إلا تكون لأنها قد تأتي بنتائج عكسية تماما الأشياء التي نبحث عنها هي تحديدا الضرف من فهم الانفصال أستاذة بفتاح في سبيقة من نوعها وبعد الإشارة القوية التي بعثتها منظمة يومان رايواتش السنة الماضية بإنجاز تقليل أول من نوعها خصصته للوضع الحقوقي في مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية توجاها في سبيقة من نوعها إذن أضفت المنظمة في تقريرها حول العام 2014 الذي صدر الصدفة لسبوع الماضي كذلك فقرة جديدة لجزء المخصص لحقوق الإنسان في الجزائر وخصصتها لسكان مخيمات تندوف في تحول لا يخلو من دلالة تجعل الجزائر مسؤولة عن الأوضاع داخل المخيمات وجاء في تقريرنا الحكومة الجزائرية لم تعترف صراحة ببسؤوليتها عن حماية الحقوق الإنسانية للصحراويين المقيمين في المخيمات التي تديرها جبة البوليساريو فوق التراب الجزائري صحيح في هذا السؤال السؤال وفح الدداتي يحمل إجابة هناك مخيمات فيها عدد معين من السكان فوق تراب لدولة هنا هل نحن في الوضعية نتحدث الآن عن ما هي الوضعية القانونية لوجود هذه المخيمات على هذه الأرض هل نحن أمام الدولة داخل الدولة هذا ليس صحيح هل نحن أمام لاجئين هذا فيه نظر هل نحن أمام دعم لا محدود ولا مشروط هذا هو الموجود ولكن تدبير الأمني بالخصوص والتعامل وحماية الساكنة الموجودة على التراب هي مسؤولية الدولة الموجود الناس على أرضها وبالتالي فالمنطق وهذا تريد أن تقوم بإحصاء الناس الذين يجدون على أرضها التهرب التهرب الذي ما فتئت تتعامل به الحكومة الجزائرية أو الدولة الجزائرية في كل ما يمكن أن يسيء إلى تدبيرها لحقوق الإنسان أو لما يتعرض له العديد من الناس من تعديب في تلك المناطق أو كل إشكالات الأخرى المرتبطة هي تحاول أن تصرفها وأنها مسؤولية لجبهة البوليزاريو إلى آخره ولكن الواقع شيء آخر الواقع هو أن الجزائر مسؤولة على كل فرض يوجد فوقت ربها هذا هو المنطق اللي يسارف جميع دول العالم وبالتالي فأعتقد بأن الآن لا مجال المقارنة لا مجال المقارنة لا بين المغرب والجزائر من جهة ولا بين حتى مع ضمان الحقوق لا الفرضية ولا الجماعية داخل المخيمات هو وجود المخيمات أصلا في مأساة إنسانية وجود المخيمات بذلك الشكل وأن نضع آلاف من الناس لا إنتاج لهم ولا عمل لهم ويعيشون عالة على المجتمع الدولي ولا يتمكنون من بناء من بناء الحياة الكريمة التي هي حق لكل إنسان موجود على هذه الأرض من تعليم وشغل وصحة إلى آخره وبالتالي فهذا حتى الأمم المتحدة فاطنت له تقرير الأخير للسيد المبعوش قال بأنه يجب بناء قدرات ماذا يعني بذلك؟ بناء قدرات لكي يعتمد الناس المتواجدون في المخيمات على أنفسهم معناه أنه لا يعقل أن يكون هناك هذا العدد كامل من الناس دون أن يكون لهم إنتاج دون أن يكون لهم ناتج يعني يساهم في ضمان أولا وقبل كل شيء كرامتهم وحينما نتحدث عن الاختلاسات وعن التحويل للمساعدات الدولية فهم الناس يعني متضررون وهذا يمس أيضا حق من حقوق هذه الناس فهذه المساعدات أيضا وبالتالي فالمعادلة الآن هي أن هناك تواطئ بين الإدارة الجزائرية وبين القيادة في جبهة البوليزاريو يعني للوضع المأساوي الذي يعيشه الناس داخل المخيمات بهذا نكون قد استوفينا جميع محاوري هذه الحلقة من برنامج سؤال الساعة شكرا على انتباهكم دمتم بخير وإلى لقاء قادم في سؤال جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر